ملحبا برج القوز قبل ما ازخر في القراءة بشكل عام هذا الشخص جدا يحبك وجدا قبل الحب عنده احترام وتقدير تجاهك فالانفصال او الخلاف اللي حدث بينكم خلا يراجع نفسه وخلا هو اصلا شوي غاضب من نفسه زعلان من نفسه قبل من ان يزعل عليك هو زعلان من نفسه لانه ما اتخذ او ما فعل الشيء الصحيح في العلاقة رح اوضح لك سبب الفرق عندك ملكة السيوف ملكة الخماسيات التي هي ملكة الرخاء وعندك العاشقين ارى انك احتمال في الفترة اللي كنت معاه هذا الشخص في علاقة لما كنت مع بعض كان لديه شخص خلف الكواليس مثل الصورة كان لديه شخص من الماضي هذا الشخص لا يحب يحبك انت ومشاعره نحوك انت ولكن بغض النظر هذا الشخص ظل موجود وانت معاه في علاقة فاحتمال انت اكتشفت هالشيء انت قررت تنهي العلاقة او حدث خلاف بسبب هذا الشيء وبسبب انه لم يتصرف بالطريقة المناسبة هذا الحبيب وكمان اقول لك انه كان في شخص طاني لانه لدينا كرت العاشقين يعني كأنه ما هو الشخص الذي في النصف ولديه شخصين محيطين فيه ولكن اللي ارى من الكرتات ان اختياره من البداية وقع عليك انت هو كان واضح بانه يريدك انت يحلم بحياة واستقرار وعلاقة معاك انت ولكن للأسف اوقات كثيرة في العلاقات عندما ندخل علاقة جديدة ندخلها بدون ان ننهي ونقطع كل متبقيات الماضي او كل ما يربطنا لحد الان بالماضي حتي ما لكم من زواج سابق علاقة سابقة معرفة قديمة هذا الشخص يعرف معرفة قديمة ولكن انت الحبيب تأكد من هذا الشيء انت الحبيب بالنسبة له وانت الشريك نقطة ثانية في قراءاتي بشكل عام الارادة الحرة تغلب كل شيء في طريقها يعني ممكن انا اقول لك في فرص امامك في امل امامك مع الحبيب او في العمل او في التجارة ولكن اذا انت كنت سلبي اذا انت كنت لا تنظر الى هاي الفرصة على اساس انها فرصة جيدة لا تريد الرجوع متأفئف بخصوص الرجوع هذا الشخص مثلا يحبك يريد ان يرجع لك ولكن انت لا ما عندك ثقة في ان عدمت الثقة ارادتك الحرة قرارك الخاص طاقتك الخاصة تغلب طاقة التارو التارو تقول لك التارو يتكلم عن الفرص التي امامك الواقع الذي امامك ولكن قرارك بخصوص الواقع عزيزي برج القوس هو ارادتك الحرة هذا هو كان سبب الانفصال سبب التأخير في عودة الحبيب لدينا جاجمنت جاجمنت هو عبارة كأن كرت يوم القيامة او كرت الاموات يعودون للحياة هذا الكرت ولدينا هذا الشخص فعلا لديه رغبة بان يرجع لامور يرجع معك في علاقة يكون معك يرتبط فيك ولكن لا يريد ان يقع في نفس الخطأ فاحتمال انه قاعد ياخذ الوقت الذي يلزمه عشان ينهي كل الامور المتعلقة بالماضي بالنسبة له احتمال انه بالنسبة له شوي صعب ولكن في النهاية عندما يرجع يريد ان يكون كل شيء جديد كل شيء على اساس صحيح بينك وبينه ارض جديدة ارض خصبة يوجد هناك احتمال جدا عالي للنجاح لانه بداية جديدة بداية جديدة لا يكون فيها اي شيء من الذي حدث في الماضي فهذا الشخص قاعد ياخذ وقت يخطط ويرسم من البداية من الاسس يرسم ويخطط من البداية كيف ومن واين وما هي الطريقة التي سينهي فيها ارتباطاته بالماضي ويبتدي فيها معاك بداية جديدة فضاقة جدا جميلة يعني اراه كأنه يريد ان يفعل الامور بالشكل الصحيح هذه المرة لا يريد ان يقع في نفس الاخطاء او يجرك معه نفس الوضع او المشاكل التي عانيتم منها في الماضي مشاعرك نحوه انت تحبه واضح تراه انه السول ميت وتراه فيه تحقيق لجميع امنياتك في الحياة عندما تتخيل حياتك خمس او عشر سنين من الان الزواج الاطفال السفر علاقتك مع الحبيب انت تفكر في هذا الشخص حتى لو كان حاليا عندك شخص ثاني فرص اخرى ولكن تفكيرك وحبك واهتمامك هو هذا الشخص يعني احس انك لا ترى نفسك تتزوج او تبني حياة مع شخص غيره فهذا شيء جيد انه انت واعي لمشاعرك بغض النظر على الاشياء التي حدثت مشاعره نحوك الغصنين والعدالة مثل ما خبرتك هني هذا الشخص يريد بداية جديدة معاك ولكن يريدها بطريقة صحيحة يعني مثل ما نقول احنا يريد ان يأتي من الباب وليس من الشباك احتمال ان اتى من الشباك في السهب وقصارة مشاكل بينكم ولكن هذه المرة هذا الشخص ايضا قاعد ياخذ وقته يقرر يخطط يزن الامور بين اليمين واليسار بين الطرق والاساليب التي راح يتبعها عشان عندما يرجعلك يريد ان يعطيك الحياة التي استحقها لان هذا الشخص قلت لك يحترمك قبل الحب في احترام ومعزة وهذا اهم من الحب نفسه الحب لانه مع هذا الشخص مبني على اسس قوية على اسس الاحترام فحافظ عليها انت ايضا عزيزي برج القوس حافظ على قيمة الاحترام في الحب هذا الشخص يريد ان يعمل الامور بطريقة صحيحة بطريقة انت تستحقها هذا هو الموضوع النسبة له نية اربعة السيوف طاقة البريك يعني هو ما اخذ بريك او انت ما اخذ بريك حاليا انتو في وضع انفصال او لا تتكلمون احتمال مع بعض ولكن هذا الشخص عندنية ملك الاكواب ملك المشاعر يعني عندنية ان ينهي فترة الانفصال فترة عدم الكلام مع بعض الابتعاد عن بعض فترة البريك هذي عندنية ان ينهيها والسبب ان هذا الشخص سوف يأتي ولكن الجميل مثل ما اخبرتك سابقا الجميل انه سيأتي ولكن سيكون متزنا في مشاعره ملك الاكواب متزن اكثر من ملكة الاكواب ملكة الاكواب تبين مشاعرها متدفقة حنونة واضح جدا ملك الاكواب متزن في مشاعره يعتمد على الافعال ايضا ليس فقط الكلام في اظهار المشاعر فاشوف ان هاي الشخص رح ياخذ اتجاهك افعال وبطريقة جدا كلاس طريقة جدا ناضجة انضج طاقة هي الكنج فرح يكون جدا متزن وناضج ورجل او شريك يعني قوي شريك يعتمد عليه شريك ثابت في التوجه باتجاهك لانه يرى فيك اذا كنت رجل او مرأة ترى الجنس هنا لا يهم يرى فيك الشريك المناسب الذي يستطيع ان يبني معاه يرى فيك انت الشخص الذي يستطيع ان يزرع معاه ويحصد معاه ومن ثم يعيد تكرار الامر يعيش معاه او يكمل معاه مثل ما احنا نقول واقع ايام حياته هو يرى فيك الشخص المناسب له فنوى ان شاء الله في الفترة القادمة ان يتوجه نحوك كيف سيتوجه نحوك قلت لك ملك طاقته ملك نقرر هذه الفترة ان عندما يتوجه نحوك تكون طاقته جدا ناضجة يكون جدا المتزم عشان تضيح تمال انه ما اخذ وقته خطوات القادمة ملك السيوف الكوبين الكوبين هي كرت شابه العاشقين كرت الحب كرت السول ميت كرت الهيام فارى ان رح يتواصل معك بطريقة جدا وابحة وجدا صريحة بخصوص مشاعر تجاهك بخصوص يعني مثل ما احنا نقول رح يواجه الموضوع دايركت ما رح يكون يلف ودور او يتكلم مواضع سطحية معاك عندما يرجع رح يكون واضح وصريح يتكلم بشأن علاقتكم بشأن الارتباط بشأن المستقبل بشأن خطتكم مع بعض مثل ما قدت لك عزيزي رج القوس هذا هي طاقة الحبيب الحالية ولكن الارادة الحرة تغلب كل شيء سواء كنت تريد هذا الشخص لا تريده تنتظره تحب أن تكرهه هذا شأنك الخاص هذه هي القراءة العامة ما تفعل أنت وما تقرر بخصوص هذه القراءة شأنك الخاص مثل ما اخبرت هذا الشخص راجع في السابق كانت طاقة غير ناضجة معه كان بيج البيج هي أقل مضجن في جميع القراءات ولكن عندما يقرر بينه وبين نفسه أن يكون مستوى الكون معناته هذا الشخص قاعد ياخذ وقته أن ينضج أن يستقر أن يثبت العلاقة من أجلك ومن أجله وهذا خبر جيد الحين راح أسحب كرت نصيحة من wisdom of the hidden realms النصيحة هذه لك أنت هي برج القص أول كرت العادة ينقلب أو يسقط هو الكرت الذي أختار لدينا رابح إذا كان عندك تساؤل بينك وبين نفسك بخصوص الماضي بخصوص الذي حدث في الماضي هاي الكرت يقول لك عليك أنت أيضا عشان تساعد الشريك أن يتوجه نحوك عشان ترجعون لبعض عشان تشجعه كره مش هار تكون بينكم تواصل بالكلام من ناحية الطاقة عشان أنت أيضا تعمل معاه وتساعده على أن ينتهي من الماضي عليك أنت أيضا أن تتوقف عن التفكير في الماضي في المشكلة التي حدثت قبل في الفراغ الانفصال الأمور السلبية التي حدثت قبل عليك أن لا تنساها طبعا ولكن لا تعطيها اهتمامك لأن هاي الطريقة تساعد الحبيب أيضا على الشفاء أيضا على تخط الأمر على مستوى الطاقة أن تقدر أن تساعده النقطة الثانية في هاي الفترة أنت أيضا خذ وقتك عسى نتحدد ما الذي تريده لأن هذا الشخص لما يرجع لك رح يكون مستوا كينج يعني رح يتوصل معاك بطريقة دايركت فأنت أيضا حاول أن طاقتك تكون ناضجة يعني لما يرجع يتكلم لك عن الارتباط وعن العلاقة وعن المواضيع الكبيرة في الحياة عن خططكم للمستقبل أنت أيضا خليك ناضج وتكلم معا في هذه الأمور لا تتكلم في الماضي ولا تركز على الماضي تركز على الحاضر والمستقبل وكن ناضجا في طاقتك بما معنى الملك يحتاج إلى ملكة عشان تكافئه في الطاقة أو ملك الجنس قلت لك لا يهم ولكن مستوى الطاقة عليك أن تكون تحاول أن تعمل على نفسك في هذه السترة عشان تكون مناسب له يعني لا ترجع لنقطة الصفر ولا تحاول أن ترجع الحديث